أهلا من جديد صباح الخير لكل المشاهدين لا زال مهرجان المسرح الأردني يضم فعاليات مختلفة ويعني لسه في أمامنا أيام لمشاهدة العديد من الأعمال المسرحية الجميلة الأردنية وأيضا العربية هذا المهرجان استضاف عدد كبير من الفرق المسرحية والوفود العربية المشاركة فيه اليوم بصرنا أنه يكون معانا الوفد العماني المسرحي المشارك في هذا المهرجان بمسرحية زهرة الحكاية ويصرنا أنه نرحب أولا بالأستاذ عبدالغفور البلوشي رئيس الوفد العماني أهلا وسهلا فيك وبهذه المناسبة أنا حابة أهنئ سلطنة عمان بالعيد الوطني للسلطنة كنتوا جميعا محتفلين يوم أمس بالعيد الوطني لكم كل عام وأنتوا بألف خير والشعب العماني وأيضا يعني السلطان العماني إن شاء الله دائما إلى الأمام أيضا وفاء البلوشي ممثلة في مسرحية زهرة الحكاية والأستاذ يوسف البلوشي وهو مخرج هذا العمل أهلا وسهلا بكم جميعا أستاذ عبدالغفور يعني أنت مرافق لهذا الوفد ويعني مسرحيا ما بعرف أدي أنت مطلع على التجربة المسرحية الوفد العماني حابين أولا تحكي لنا عن العيد الوطني قبل ما ندخل بالمسرحية والمسرح العيد الوطني العماني وهي مناسبة كتير أكيد غالي علينا كبلد شقيق وصديق لسلطنة العماني العيد الوطني العماني هو عيد لكل مواطن عماني لأنه بالنسبة لنا مش عيد طبيعي وإنما هو حتى يعني نحن لحبنا لهذا العيد يصل لمرحلة يعني إلى مرحلة تقديس تقريبا يعني نحن نعتبر أنه هذا ثالث أعيادنا يعني شبه أعياد وليس وطنية فقط وإنما حتى نعتبر أنه قدسه يصبح إلى درجة أنه يكون ثالث عيد لنا نحتفل به جميعا ولا نستطيع أن نتخلف من الاحتفال بهذا العيد نحن سعادتنا هذا العام كانت سعادتين الفرحة الأولى هي أنه نحن شاهدنا صاحب جلالة مولاي صاحب جلالة وهو يطل علينا بطلة البهية عن طريق التلفاز ويطمئن على صحته الحمد لله ونحتفل بعيدنا الوطني ونحن بين أهلنا ووطننا الثاني نعم نعم وإحنا مبسوطين أنكم نحتفلوا بالعيد الوطني نحن جدا شعداء لأننا نحتفل معاكم بهذا العيد فكرتنا دائما أنا كلما يكون عندي ضيف من عمان فكرتنا كشعب أردني عن الشعب العماني أنهم مخلصين جدا لوطنهم وأنهم طيبين جدا قلوبهم نقية وصديقة جدا للشعب الأردني يعني مين ما بيروح على عمان بيكون سعيد جدا بتجربة عمله دراسته أو يعني زيارته لعمان الأستاذ يوسف نعود للشأن المسرحي وزهرة الحكاية عرض عماني عرض في مهرجان المهرجان الأردني للمسرح نحكي شوي عن هذا العرض لو سمحت جميل أولا نشكركم على هذه الصدافة الجميلة وكلنا يعلم مدى معزة الأردن لدى العمانيين وكما هو الحال لدى الأردنيين للأردنيين لدى السلطنة والله مصر هذا العرض هو زهرة الحكاية هو يعني الكاتب السعودي العرض عبارة عن حدوثة شعبية عن فتاة هذه الفتاة وصيبت بالصلع وهي صغيرة نحن نعلم بأن المجتمع لدينا المجتمعات العربية بشكل عام هناك بعض القيم أو بعض العادات التي أحيانا ربما هي المجتمعات تتماسك أو تمسك في بعض الأعراف في عدم إعطاء الفتاة يعني إعطاء الفتاة الفرصة الكبيرة في أنها تنطلق في بعض الأشياء ولكن نرجع للعرض المسرحي هذه الفتاة كانت حبيثة المنزل لم تسمح لها بالخروج فأصيبت بحالة نفسية هستيرية نعكست لحظاتها نعكست على الخشبة من خلال العرض المسرحي نعم نعم أداء الفتاة هو أداء في وفاء نعم في وفاء كانت رائعة قدمت بما خدمتها هل هو عرض لممثل واحد أم كان يعني فيه أكثر من ممثلين؟ طبعا في البداية أقول صباحكم أردني جميعا سعة صباحهم إن شاء الله بالنسبة للعرض طبعا يعني كنت أنا الشخصية الرئيسية بالعمل الفتاة لكن معي دور الأم وشخصية الأب والأخ الأدوار اللي كانوا مسانديني يعني تجربة كانت بالنسبة لي جدا مميزة إنه العرض إحنا يبكرنا أول عرض كان عندنا بمهرجان المسرح العماني الخامس والحمد لله قدرت أن أخذ جائزة أفضل ممثلة دور أول بالمهرجات في عمان وهالمرة يعني جينا على مهرجان المسرح الأردني وقدمنا العرض الحمد لله هذا أول بلد تعرضه خارج عمان هذه المسرحية بالفعل فالحمد لله يعني ردود الفعل كانت جدا مرضية وإحنا سعيدين جدا بهذا المشاركة وأيضا يعني بوجودنا بمهرجان المسرح الأردني اليوم وفي نفس الوقت إنه قدمنا أكيد تجربتنا وزهرت الحكاية على المسرح بالفعاليات الثقافية الأستاذ عبدالغفور يعني منشوف إنه مهم جدا إنه أي حدث ثقافي وإحنا كمثقفين بجوز حتى مثقفيننا في الأردن ومسرحينا بحبوا إنهم يسافروا على بلدان عربية ياخدوا خبرة يعطوا من خبرتهم ويستفيدوا أيضا قد تحس إنه يعني الثقافة بحاجة لهذا السفر بين الدول العربية حتى تاخد أكتر وتستفيد أكتر وتنقل الخبرة بينها وبين بعضها بالتأكيد العلاقات الثقافية ما بين الدول لا يعني فقط الدول العربية حتى الدول الأخرى يعني مهمة جدا مهمة جدا من عدة نواحي من ناحية أولى أنه المستفيد الطرفين الطرف الأول اللي نحن يعني شبابنا حينما يسافروا وينقلوا ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا بالإضافة إلى موهبتهم للجانب الآخر إذا كان عربي ولا أي دولة حتى دولة أجنبية ووجود هؤلاء الشباب في هذا المكان أيضا يعني يستفيدوا من خبرات البلد وينقلوا ثقافتهم ويستقبلوا ثقافة الآخر بطبيعة الحال هذا كتير مهم الخبرة اللي بتم تناقلها احنا معنا فيديو هنشوفه بجوز مقطع من المسرحية زهرة الحكاية بدنا نشوفه مع بعض والمشاهدين ونرجع لنحكي بالعب يعني واضح الاشتغال على موضوع المرأة يعني بهذا العمل المسرحي يعني هذه التجربة الإخراجية رقم كم دوستاذ يوسف والله هي عدة تجارب يعني ولكن هذه المرة بالضبط هذا العرض يعني مختلف عن باقي العروض يعني الموضوع موضوع المرأة القضية قضية خاصة قضية المرأة القيود اللي تفرض على المرأة وصلنا في قرن من الزمن وصلنا الآن في مرحلة العالم المتطور الحديث أنه لابد أن يعني نقوم بإعطاء المرأة فرصة أكثر أو أن هناك قيود يجب أن تفكت أن تزار أن تفكت طبعا طبعا القضية واضحة كانت من خلال هذا العرض الرسالة كانت واضحة أنا أتوقع بأنه لابد أن نناقش بذل هذه القضايا وبالذات عن المرأة هنا في المجتمعات العربية ونحن نعلم بأنه هناك يعني العديد من المجتمعات العربية لازالت أفكارها لازالت من تقمد لما تحجرها حتى في العمل المسرحي نفسه المخرجين بتعبوا ويدوروا على صبايا يشتغلوا مسرح هذا موجود عندنا في الأردن وبتوقع كمان في عمان يعني أليل بيجوز من الصبايا من السيدات بيشتغلوا في المجال المسرحي والمجال الفني أدي هنا تعرفتي على صديقات مسرحيات وهيك تجربتك في التعرف إلى عالم مسرحي من الوطن العربي كمان أفادتك وأثرتك وفاء طبعا يعني يعني مشاء الله مثل ما الكل عارف أنه بمهرجان المسرح الأردني السنة معنا وفد من الجزائر وفد من المغرب وفلسطين والإمارات فأحنا حضرنا العروض اللي احنا شفناها وأكيد صار في تعارف وتعرفتنا أكيد على الثقافات ونفس الوقت الحلو أنه احنا الوفود أغلبيتنا يعني نجتمع مع بعض بشكل يومي يمكننا طب هذا موتان باللوبي وتصير بيننا جلسات نتكلم فيها كل واحد عن حال المسرح عنده بالبلد عن عوضهم اللي قدموها على المهرجانات اللي رح نشارك فيها فهي فرصة بأمانة يعني أنه احنا كلنا نلتقي في مكان واحد ومشاء الله عليهم كثير اللي أنا يمكن تعرفت عليهم خلال وهذا الواحد برجع من هذه المهرجانات بحصيلة للأصدقاء ولمعارف تفيده الأستاذ عبدالغفور تابعت مسرحيات أخرى غير العرض العماني أكيد أكيد أنا طبعا ماذا أعجبك من المسرحيات الأردنية أنا إداري فحسب أنا ترى فنان أنا أساسا مخرج وممثل مسرحي نعم وحضوري للمهرجانات بالنسبة لي يعني فرحة كبيرة عيد يعني أنا شاهد أكبر عدد من الأعمال المسرحية وشاهدت جميع العروض المسرحية اللي عرضت خلال هذه الفترة نعم وكانت عروض صراحة لفت انتباهك عرض معين طبعا عروض كانت بقمة من الروعة حقيقة الحد لله جميع العروض كانت عروض قوية جدا جميعا بحال المسرح العربي يعني بشكل عام في تجربة قادمة عم بتحضروا لها في بردهناك موضوع معين والله التجربة بدأناها وسنستبر فيها إن شاء الله تجربة إنه هذا العمل المسرحي تم تحويله إلى فيلم سينمائي جميل أيضا وفا هي بطلة العمل أيضا في العرض المسرحي تم انتقائت وفا بدقة أنت ستكون مخرج العمل السينمائي نعم هذه التجربة القادمة إن شاء الله لأنه الفكرة موجودة لابد إذا قدمت على خشبة المسرح أنا أجد تحويلها سينمائية نعم سينمائية إنه ما راح تكون أشمن وأيضا نستطيع أن أشوف الفيلم السينمائي إن شاء الله إن كنتم موقفين إن شاء الله هذا ما نصب إليه إذن خطوات تجاهزة إن شاء الله لتحويله ولازم لأستاذ يوسف يرسل لكم نسخة من الفيلم أكيد أكيد إحنا بيسرنا إنه نحضر هذا الفيلم ونتابع جهد أشقائنا في عمان الفني والثقافي أكيد بهمنا جميعا أنا بدي أشكركم كتير إذا في كلمة أخيرة الأستاذ عبدالغفور وفاء وأيوسف الأستاذ عبدالغفور والله أنا أحب أن حقيقة أن لا يطوفني أن أشكر إدارة مهرجان المسرح الأردني على استضافتها لهذا المهرجان الرائع حقيقة وأشكر جميع القائمين على هذا المهرجان لما بذلوه من جهود وهذا جهودهم ماضح جدا ونحن سعداء جدا وجودنا في بيتنا وفي أهلنا وأخواننا وسعداء نشاهد مهرجان بهذا القوة وبهذا النشاط والحقيقة أنا حتى عاجز عن الشكر لأنهما قاموا بأكثر من واجههم حقيقة ونشكركم أيضا نشكر تفليزيون الردني على صباحتنا ويتاحت لنا الفرصة لأنه عبر أنا حاب أن أستغل يوم جديد طبعا أني أهني كل الشعب العماني مثل ما إحنا قلنا اليوم إحنا احتفلنا يمكن بالعيد الوطن الرابع والأربعين وسط أخواننا بالمملكة ومن خلال التلفزيون الأردني أهني الجميع وأتمنى إن شاء الله أن يرجع سلطاننا معافم وشافة يا رب العالمين وينور البلد وكل الشكر أكيد لإدارة المهرجان على هذه الاستضافة الطيبة أهلا وسهلا فيكم شرفتونا أيضا أنا أكمل شكر لكم وأيضا لإدارة المهرجان والأردن بشكل عام وأيضا تهنية خاصة للشعب العماني أيضا مولانا المعظم أتمنى أن يرجع إلى عمان إن شاء الله إن شاء الله مثلا ما هو احتفلنا بالعيد خارج البلد وإحنا أيضا هنا في الأردن احتفلنا خارج البلد ولكن القلوبكم دائما في بلدكم وإحنا والله عنا مع عز خاصة العمان أنا شايفيتم من أول اللقاء الخنجر العماني الجميل يا سلام ولا في أجمل من هذه الهدية شكرا جزيلا لكم وإن شاء الله بترجع وسالمين غاملين على بلدكم وإحنا مبسوطين كثير بوجودكم بناتنا أهلا وسهلا فيكم وإحنا عزنا سنعود إليكم بعد قليل بفقرة جديدة خليكم معنا